دائماً نقول أبناء أنا مبدعين ونعيد ونزيد ما شاء الله تبارك الله أخوي عبدالله سراني بهذا المجلس ما شاء الله الجميل اللي لفتني شوفوا بالله بسعف النخل شوفيش مسوي إعادة التدوير دائماً ما شاء الله يشتغل بيده شوفيش طلع لنا التحفة هادي شوف بدأها كحب وما شاء الله تبارك الله أصبحت تجارة عنده اللي حوله أصحاب عمان وإيجوا كم هذا أصبحت تجارة فأني بنشوفها بعابد ما شاء الله عليك بصراحة أبدعت كيف جاتك الفكرة وكيف بدعت فيها والله بشوف العمال بيقطعوا فيها ومهمة الشغلة فجلسنا أنا وواحد من عماني نسولف إيش بدأ من نرميها أو كأول سابقاً يحرقونها يا سلام والحين ممنوع والبي أو ذا فقلنا ذي الفكرة بتزبط الأمور وطلعت الفكرة ذي والحمد لله جداً أصبحت نجفة هادي ما أنت شايف ما شاء الله شايف هنا ومنظرها في الخارج مختلف تماماً هنا يمكن مع الإضاءات مضيعتها نشوف بره كيف يلا طيب أبو عابي يعني أنا شايف سعف النخل وزي كده ما يضرها ما تولي على قدر الله شيء لا بإذن الله ما يضرها لأنها هي لمبة خمسة واط هذا أول شيء وضد الحرارة حلو يا سلام وضد الموية وتربروف وتربروف يا سلام وزي ما أنت شايف العمدان كلها من تصنيعنا بخصوص العمدان أو النجف هذو كلها ما شاء الله أنتوا بنفسكم اي نعم يعني أنا شايف تنفع كنجفة وهنا شوفوا كيف ما شاء الله حتى ما هي مجهرة معطيها للمكان انارة خافتة فعلاً كده حتى هذه يا سلام طيب بدأت تعطي أسعار والأحدود كم صرت تسوي هذه مع اللم أبغاها كاملة كده ما إحنا مختلفين بإذن الله اللي يتصل عليك يعني يقول من طرف حسم ما تقصر معه عيوني يا حبيبي تسلمي والله على فكرة ما شاء الله حتى الأعمدة عندهم مصنعهم وشغلهم يقول أرخص من السوق داخل تحدي يعني أرخص من السوق أرخص من السوق بإذن الله تواصلوا مع أبو عابد قلولوا له نبغى النجف هذه اللي بسعه في النخل وإذا محتاجين لأعمدة أو كمان ديكورات كده الماضي مع الحاضر وشغل بداه وشغل مرة مرة ما شاء الله والله إنك مبدعي والله هني حبيبي قلبي حبيبي قلبي اللي يتواصل معك لا تقصر معه عبد بعيوني يا حبيبي اللي يتواصل معه